كانت بسمته حق وكانت بسمته قانون في موقف عظيم جدا وجليل عندما كان روح له الفداء يجلسه في بيت السيدة عائشة وقد دخل عليه أضياف ولم يأخذوا موعدا للزيارة جاءوا فجأة كما يقال فلما دخلوا عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم احتارت أمنا عائشة ماذا تقدمنا الطعام فسمعت إحدى أمهات المؤمنين أن للنبي أضياف وأنهم غير مستعدين لاستقبال هؤلاء الضيوف فأرسلت رسولها بطبق فيه شيء من الطعام فجاء به هذا الرسول إلى بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم فرأاه المصطفى فذهب مسرعا ليأخذ منه الطعام فتقدمت أمنا عائشة وكلها غيرة لإمالي أن كيف يؤتى بطعام إلى بيتي وكأنه نقص فيه أنا لست سيدة بيت أنا سيدة بيت أنا أطعم الطعام وأقدمه لأضيافي فلما وصلت سبقت الحبيب صلى الله عليه وسلم فأيدها سبقت يد النبي فضربت الطبق من يد ذلكم الصبي فوقع الطبق على الأرض فانفلق الطبق نصفين وتبعثر فيه ما كان من الطعام أو مشهد عظيم المرأة تكسر الطعام وتبعثره على الأرض الرجل صاحب البيت موجود سيدنا صلى الله عليه وسلم وعنده أضياف رجال فماذا كان يكون وماذا سيكون فعله صلى الله عليه وسلم أول فعل نظر في وجهها وتبسم إذن التبسم في ساعة الرضا وفي ساعة الغضب هذا كان تبسمه ثم نظر إلى أصحابه وقال غارت أمكم غارت أمكم لما حتى يعرف أنها أمهم ليست زوجة نبيكم لكن لو كان في هذا الوقت يعني المسألة تأحمل معاني أخرى ثم قال إليها إلي بطبق انظر إلى البسمة ماذا تبعت إلي بطبق فجيء بطبق وقال إلي بطعام فجاءوا بالطعام من داخل البيت فأرسله مع هذا الرسول وقال طبق بطبق وطعام بطعام إذن كانت إشكالية حلها صلى الله عليه وسلم بابتسامة وعندما يقع الإنسان المسلم وهو صائم وهو مسافر وهو في حالة غضب يتبسم استنانا بسنته الشريفة فإذا تبسم صلى الله عليه وسلم حل القضية فإذا تبسمت كما تبسم حللت القضية التي بين يدك